تحية طيبة مشاهدنا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أربعة أيام مضت أحيى الشعب الفلسطيني الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية في ظروف جاءت هذه المرة أكثر تعقيدا عن المحطات السابقة في ظل إصرار محتل الغاصب على المضي في سياسته التوسعية ومصادرة كل ما هو فلسطيني وأمام تشتت عربي غير مسبوق وصمت دولي رهيب وصل إلى حد التواطئ المفضوح وحدهم الفلسطينيون في ظل هذه الظروف كلها يستحذرون الذكرى المشؤومة التي تعود إلى سبعة عقود من الزمن خلت ووحدهم أيضا وبصدور عالية يقاومون قوى الشر حتى لا تتحول النكبة من منظومة فكر استعماري إلى قدر لاقتلاع وتشريد شعب من أرضه نلقاكم بعد أن نتابع هذا الفيديو أيها المارون بين الكلمات العابرة كدسوا أوهامكم في حفرة وانصريف وأعيدوا عقرب الوقت إلى الشرعية العجد المقدس أو إلى توقيت موسيقى المسدس فلنا ما ليس يرضيكم هنا فانصرفوا ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف الشعبا ينزف وطنا يصلح للنسيان أو للذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا فلنا في أرضنا ما نعمل ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل ولنا الدنيا هنا والآخرة فاخرجوا من أرضنا من برنا من بحرنا من قمحنا من ملحنا من جرحنا من كل شيء واخرجوا من مفردات الذاكرة أيها المارون بين الكلمات العابرة مشاهدنا كرام أرحب بكم الثانية ومن جديد في هذه الحلقة التي خصصناها للمشهد الفلسطيني في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة المشؤومة وللحديث في هذا الموضوع أتشرف باستضافة الأستاذ الدكتور صالح الشقبوي المحلل والأستاذ الجميعي أستاذ مرحبا بك معنا أهلا ومرحبا بك أخي سعيد وصح رمضانك ورمضان مبارك على الشعب الجزائري والأمة العربية آمين آمين يا رب العالمين إذن كل عام وأنت بخير دكتور صالح كان أيضا مشاهدنا الكرام من المنتظر أن يشاركنا في هذا النقاش وفي هذه الدردشة أو في هذه الإطلال على المشهد الفلسطيني من رمالة الفلسطينية الدكتور جهاد صالح وهو عضو اتحاد كتاب والأدباء الفلسطينيين والدكتور المختص في العلم السياسية ولكن للأسف شديد تعطل الاتصال به بعد أن أتصلنا به في المرة الأولى ووافق أن يكون معنا في البرنامج ولكن تعطل الاتصال به إذن معذرة للدكتور جهاد صالح سأبدأ إذن مباشرة والعبء وسيكون ثقيرا عليك دكتور صالح الشقبوي لأنك واحد الضيف هنا في السوديو ولكن نحاول أن نسلط الضوء كما قلت على هذه الذكرى أستاذ يعني الآن كل المعلومات المتدولة حول الذكرى الثانية والسبعين تقول أن الذكرى الثانية والسبعين ربما بعد منذ أكثر من عشر سنة أخرت طابعا خاصة الآن خاصة في ظل الكورونا يعني تقريبا كان هناك تباعد الفلسطينيون أحياء الذكرى عن طريق المنصات الاجتماعية فقط بارك الله فيك أخي سعيد عموما كما تعلم أننا منذ أربعة أيام أحيينا كشعب فلسطيني الذكرى الثانية والسبعون لنكبتنا ومعنا كل أحرار العالم ومعنا كل الجزائر بكل أطيافها كشعب واحد وأمة واحدة وبالتالي هي نكبة حلت عام 1948 ولكنها لم تتوقف عند ذلك التاريخ صحيح فهي نكبة متدحرجة نكبة متكررة تكررت في عام 1967 تؤرخ لقيام الكيان الصهيوني كدولة بين قوسين نعم هي حدث تأسيسي لاغتصاب جزء من الأراضي الفلسطينية عام 1948 والذي نتج عنه تهجير أكثر من مليون فلسطيني وتدمير أكثر من 138 قرية فلسطينية وبالتالي هي النكبة حدث يعني تسارع أيضا وطيرته في عام 1967 تكرر معنا عندما احتلت بقية الضفة وغزة وهجر ما بين 250 إلى 350 ألف فلسطيني وأيضا يعني لم تقف عند هذه الحدود وما زالت مستمرة حتى عام 2002 عندما أنشأ الكيان الصهيوني جدار العزل العنصري جدار العزل العنصري الذي عزل فقط عن القدس وحدها 140 ألف فلسطيني واقتطع أجزاء كبيرة من أراضي الضفة وبالتالي أيضا استمروا في ذلك عندما سنوا قانون امتلاك أملاك الغائبين عام 1950 الذي يؤسس لنقل الملكية من ملكية الأراضي الفلسطينية إلى الدولة الإسرائيلية صحيح فإذن أيضا النكبة لم تتوقف عند البرنامج الانتخابي الذي دخل فيه نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ليكون رئيسا للوزراء والذي تعهد فيه بضم مناطق كبيرة من الضفة مناطق المستوطنات في هذه النقطة بالذات دكتور إذا كان اسمحت لي الآن ننطرق دائما المنطرة قطعنا في هذا النقاش أو في هذا الحديث هو الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الذكرى الثانية والسبعين تزامنت ومخطط الضم الذي تخطط له حكومة الاحتلال سؤالي هنا على وجه التحديد أستاذ صلاح هل هو مجرد صدفة أم تتويج لمشروع قديم هو تتويج لمشروع قديم في كامن في أعماق العقل الصهيوني المؤسس للحركة الصهيونية التي قالت وأطلقت منقولاتها الأيدولوجية الشهيرة قالت أن هذه الأرض أرض بلا شعب لشعب بلا أرض يعني أرض فارغة وبالتالي أن اليهود يعودوا إليها لأنهم كانوا هم ممتلكيها وهم أصحابها إذن هذه السياسة وهذه الفلسفة ليست جديدة هي في عمق التراث التلمودي التراث التوراتي العقل التلمودي والعقل التوراتي الذي يحاول أن يستحوذ على كل أرض فلسطين انطلاقا من فكرة مسيائية بانتظار نزول السيد المسيح وقدوم السيد المسيح لهذه الأرض إذن هم أيضا يزاوجوا بين الفكرة الميثيولوجية بمعنى أن الاحتلال أو الاستعمال خضى منطلقات دينية نعم اعتمد وهذا ربما أخطر يعني من هنا أخطر اعتمد على المنطلقات الثيولوجية الدينية القائلة أن هذه هي أرض المعاد أنها أرض إسرائيل يهودة والسامرة هي مركزية دولة إسرائيل التي هي في الضفة التي هي نابلس وأورشاليم علما أن التاريخ يؤكد أن جنود سليمان عليه السلام عندما حاصروا أورسالم قبل ألفين عام دخلوا عبر مجاري المياه ليدخلوا أورسالم التي بناها الكنعانيون أجدادنا فحاصروها ودخلوا إليها كمحتلين ولم يبنوها نعم طيب صلاح يعني 72 سنة مرت على بين قوسين قيام إسرائيل قيام كيام الإسرائيلي وما تبع ذلك من نكبات متواصلة جرب الفلسطينيون خلال كل هذه المدة خلال هذه السبعة عقود كل الحلول ولم تفلح مع العدو أو مع المغتسب هنفهم الآن أن الحل الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين هو المواجهة أما زال بجعبة السلطة الفلسطينية سيناريوهات أخرى ربما ستظهر عنها أو ستكشف عنها لاحقا تقديري أنه لم يبقى في جعبة السلطة الوطنية الفلسطينية أي سيناريو بعد هذا القدم وهذا الضم وهذا الاحتلال يعني المستوطنات ستضم إلى دولة إسرائيل نعم 140 مستوطنة فيها أكثر من 160 ألف مستوطن ستضم هذا إلى دولة إسرائيل القدس ضمت الأغوار ستضم ماذا بقية؟ لم يبقى من 22% أصلا اللي إحنا بنا نأخذه مناطق للدولة الفلسطينية إلا 4% فالسلطة الوطنية الفلسطينية لم يبقى أمامها إلا خيار السراع المسلح وأنا أعتقد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية ستجر المنطقة إلى حرب مدمرة وإلى انتفاضة فلسطينية ستكون أقوى من الانتفاضتين الأولى والثانية وبالتالي لأن الفلسطيني لم يبقى أمامه شيئا يخسره إذا كان سمحت لنقطة مهمة حتى لا نمر أمامها مروري الكرام لأنك قلت أنه لم يبقى أمام الفلسطينيين سوى الجهاد المسلح دواعي الجهاد الآن أصبحت قائمة وواضحة ولكن آليات ومفاتيح الجهاد هل تتوفر في المشهد الفلسطيني على ما هو عليه الآن؟ أكيد أكيد لا أكيد لا لكن أنا أدعو يعني أنه إحنا نجاهد حتى في الحد الأدنى بالحفاظ على ذاتنا وبالحفاظ على الفكرة لأنه إحنا نقاتل أيضا عدو صحيح المادية والمعطيات العسكرية حقيقة ليس في صالحنا أم عربية كما تعلم أخي سعيد مفككة صحيح ربيع عبري ضرب سقيع كل الجسد العربي أم مهزومة أم مطبعة فيها جزء كبير عم بيطبع مجانا مع الكيان الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني إذن على الفلسطيني في ظل هذه المعطيات أن يحاول أن يخلق فلسفة للحفاظ على الذات وللحفاظ على الفكرة وأن يكافح بالحد الأدنى ولو بحجر نعم في سبيل بقاءه وفي سبيل وجوده وفي سبيل الأدنى أن يقول للعالم أنني هنا ولكن هناك من يقول أستاذ صلاح إذا كان سمحت لي أني حتى ظروف خلق هذه الفلسفة الداخليا لم تعد متوفرة في ظل هذا الانقسام في ظل كل هذا الاختلاف ما بين الفصائل الفلسطينية الفصائل القتالية الفلسطينية ما بين السلطة والشعب إلى غير ذلك الآن ربما هناك من يقول أنه يعني كل يوم يمر تزداد لهو ما بين الشارع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية أخي العزيز سعيد نحن نتعلم منكم الشهيد القائد المرحوم البطل العربي المهدي قال إلقي الثورة في أحضان الشعب خلينا من السلطة وخلينا من الفصائل وخلينا من الثورة إلى الشعب بارك الله فيك الشعب الفلسطيني ما زال شعبا مجاهدا ما زال فيها قوم جبارين وجدوة الجهادة ما زالت متقدة فيها ما زالت متقدة نعم اللي بيمسك سكين وبروح هو على يقين أنه مستشهد وبضرب الجند وبطعنه فهو متيقن أنه إنسان يؤدي واجبه الوطني إذن الشعب الفلسطيني ككل هو صاحب القرار وهو صاحب التضهير وهو من يعطي وهو من يضحي وهو من يدافع عن حقوقه إذن علينا أن نلقي الثورة في أحضان الشعب طيب سيد صلاحي أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة التحليل الفلسطينية الصائب وريقات قال نحن أمام المنعطف الثالث في مسار المشروع الصهيوني الذي بدأ في منعطفه الأول كما تعلم بوعد بلفور 1917 ثم المنعطف الثاني بنكبة لعام 1948 ثم ها هو الآن المنعطف الثالث ربما يعني هذا القول هذا الصريح اعتبار جميع الاتفاقات مع إسرائيل باطلة هكذا يقول صائب وريقات هل نفهم أن الصراع الآن في هذا الظرف بالذات وفي هذه النقطة بالذات عاد إلى نقطته الأولى أو نقطة الانطلاق الأولى نعم نعم لأن إسرائيل هي من تخلت عن كل أركان عملية السلام هي من قتلت رابين وهي من قلبت على عملية السلام شارون وهم الآن نتنياهو يأتي ليكمل دور اليمين الإسرائيل المتطرف الذي يؤمن بأن فلسطين هي أرض توراتية لشعب مختار وبالتالي لا يحق للفلسطيني أن يكون على هذا المكان إذن نحن الآن أمام خيار صعب خيار أن نتخلى عن كل الاتفاقات التي وقعت مع إسرائيل هي أسرائيل لم تلتزم لم تنفذ أي بند من هذه الاتفاقات فلماذا تتمسك بها السلطة إذن لماذا صحيح نحن في موقف ضعيف ولكن الشعب هو القوي الشعب هو الثابت ونحن المتغيرون الشعب هو الأساس في قضية إذا الشعب يوم أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر إذا بالتالي الشعب هو الثابت وهو المكون الرئيس في معادلة الصراع الفلسطيني الصهيوني طيب أستاذ صلاح فقط للتذكير أننا حاولنا في كذا مرة أن نربط الاتصال من جديد بالأستاذ جهاد صلاح من رام الله الفلسطيني ولكن للأسف الشديد في كل مرة يتعذر الاتصال لذلك سنبقى هنا في الستوديو مع الدكتور صالح الشقبوي إذن سنواصل النقاش دكتور صالح الشقبوي في نفس الموضوع رئيس محمود عباس في خطاب له التزامن مع الذكر الثانية والسبعين للنكبة قال إن هكذا بصريح العبارة قال إن السلطة الفلسطينية ستكون في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل إن هي أعلنت ضم أي جزء من الأراضي المحتلة ماذا نفهم هذا تصريح أستاذ أسمح أحكي لك شغلة نعم أولا شوف أنت الحركة السياسية الإسرائيلية اتجاه الأراضي الفلسطينية أولا بنت الجدار العازل في عام 2002 الذي عزل أكثر من 140 ألف فلسطيني فقط من القدس الشرقية صحيح من منطقة قدس الشرقية 140 ألف فلسطيني نعم اثنين ماذا التزمت إسرائيل بماذا التزمت إسرائيل باتفاقية أصل لا شيء إذن لماذا نبقي نحن الاتفاقيات لماذا نبقي حراس زي ما بقولوا مجثاء بدون عصر ليش ماذا أعطتنا هنا ماذا أعطتنا إسرائيل لا شيء أكثر من هذا ربما ماذا أعطت اتفاقيات أصل لفلسطيني أصلا في 2009 كان مقرر أن تتحول سلطة الحكم الذاتي إلى دولة نعم لم تلتزم إسرائيل الآن مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعلن تحول السلطة إلى دولة إلى دولة محتلة أرضها إلى دولة تحت الاحتلال وأن تطالب العالم بالاعتراف فيها لأن العالم أيضا فيه هناك شرعية دولية فيه هناك قوانين دولية فيه هناك مظلة دولية صحيح أن أمريكا تضرب هذه المحطة أو هذه المظلة الدولية بعرض الحائط وتحاول أن تتحدى قوانين الشرعية الدولية التي تقول أن القدس الشرقية وأراضي 67 هي أراضي فلسطينية أراضي عربية محتلة وتطالب عبر قرار من 181 قرار التقسيم الذي نص على إقامة دولتين دولة فلسطينية دولة إسرائيلية قرار 242 نص على إعادة اللاجئين أو قبله قرار 192 الذي نص على عودة اللاجئين وحقهم يعني مضمون ضمن الشرعية الدولية لما بيجي ترامب هذا وبضرب هذه المقومات وهذه الأساسيات في القانون الدولي إذن هو ضرب ضرب الشرعية الدولي بعرض الحائق صحيح صحيح لأنه بشعر أنه هذا زمن يجب أن يسرق فيه أي شيء يوقع بيده من الحقوق الفلسطينية هو ترامب أصلا جابوه من 2009 زبطوه على أساس يمر في هذه المرحلة لتمرير هذا المشروع ربما مشروع نعم وأنا أتصور أنه لن يعود كرئيس للولايات المتحدة في جولة ثانية نعم لأنه خسر كثير صدامه مع الصين صدامه مع الكورونا صدامه المهم أنا ولكن هل تعتقد أستاذ صلاح أنه بذهاب دونالد ترامب من على رأس الإدارة الأمريكية ستتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية مع القضية الفلسطينية نعم ستتغير نعم ليش لأنه من المعروف أخي سعيد أنه الولايات المتحدة الأمريكية سياستها اللي بصنعوها مؤسسات قبل ترامب صحيح إلا في زمن ترامب هو الذي يصنع السياسة الخارجية ربما أحدث خلل الدخل الإدارة الأمريكية نعم إذن هو في الاندفيدوليزم بتاعه الفردانية الفردانية عمل خلل في منظومة السياسة الخارجية الأمريكية اللي صار عليها من ترومان لجيمي كارتار لأخ الرئيس قبله اللي هو خلينا نقول أوباما أوباما نعم طيب أستاذ خلينا نرجعك شوية للوراء يعني عند النقطة الآن إذا كنت قد فهمت ومنك قلت أنت قبل قليل أنه دواعي للحلال من كل الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل أصبحت يعني متوفرة وجاهزة في الميدان ولكن في المقابل أستاذ صلاحي يعني هناك من يقول أن السلطة هددت عشرات إن لم نقل مئات المرات بتجميد الاتفاقيات وحتى وقف التنسيق الأمني مع سلطة الاحتلال الإسرائية لكنها لم تفعل يعني هل تملك بدائل اللجوء إلى هذا الحل السلطة الفلسطينية الحالية؟ السلطة الوطنية الفلسطينية لديها بداء نعم بالعودة إلى منظمة التحرير وتفعيل دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لأن السلطة بتمثل فلسطينيين الداخل لا تمثل فلسطينيين كل الشتات السلطة هي انبثاق عن اتفاق يمثل فلسطينيين الضفة وغزة نعم وبالتالي انا اعتقد ان العودة إلى المنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني اينما كان هو افضل خيار وايضا في امكانية انه احنا طيب اذا كان افضل خيار استاذ افضل خيار للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني لماذا ربما تتباط السلطة الفلسطينية الحالية في اللجوء اليه الوصول الى هذا الخيار الافضل لانه بصدق هناك مصالح هناك مكونات داخل السلطة تتعارض مع هذا التوجه العام للشعب الفلسطيني فيه مصالح شخصية فيه مصالح فردية فيه داخل السلطة ترفض انه قيادة منظمة التحرير او قيادة السلطة ان تتوجه حتى وين كانت هذه المصالي على حساب وقيم الشعب الفلسطيني وتاريخ فلسطين وحضرتها نعم 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 نحن في زمن صعب في زمن مر في زمن يعني منظومات مصلحية معينة يعني بتقديري لكن يعني يعني حركة فتح في داخلها ايضا في في تيار ايضا يؤمن بالكفاح المسلح ويؤمن يجب تفتح الحالي نعم نعم ويؤمن بخيار الكفاح المسلح ويؤمن بان من اخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة والدماء يا اخي لناخذ ثورة الجزائر 1954 اطلقت الكفاح المسلح رغم يعني وجود في ذلك الوقت تيارات معارضة عارضة بارك لكن التيار الكفاح المسلح هو الانتصر هو الذي انتصر نعم وهو اللي صار وهو اللي حرر الجزائر ولذلك يجب ان تعود حركة فتح لنهج خيار الكفاح المسلح كخيار وحيد للتحرير تفاوض عقيم كما هو عقم منطق ارسطة نعم لانه نتائجه في مقدماته لا جديد لا جديد ماذا ماذا اعطتنا اسرائيل يا رجل اموال السلطة اموال الضرائب اللي بتلمها اسرائيل من الشعب الفلسطيني محجوزة اكثر من تمام مئة مليون شكل الان في كورونا ما رفضوا يدخلوا مستلزمات طبية وانسانية يعني احنا سلطة تحت الاحتلال صحيح رئيسنا ابو مازن سلطة رمزية يعني لا اكثر سلطة رمزية فقط لذلك انا اطالب السلطة ان تتبنى خيار منظمة التحرير خيار اشمل واكبر ومعترف فيه من مئة وستة وثلاثين دولة طيب اذا كانت سمعني فقط استيصال صراحة يعني قبل ان نواصل النقاش في هذا الشق ونمضي الى اسئلة اخرى نتوقف عند فاصل اشهري ثم نعود لنواصل النقاش من حيث توقفنا ابقوا معنا مشاهدين الكرام اهلا بكم مشاهدين الكرام الى هذا الجزء الثاني من البرنامج النكبة جرح فلسطين الغائر هو موضوع نقاش في هذه الحلقة مع الاستاذ الدكتور صالح الشقبوي وكان ايضا مبرمجا ان يشاركنا من مدينة رام الله الفلسطينية الدكتور جهاد صالح ولكن للأسف شديد تعذر الاتصال في اكثر من مره استاذ صالح تواصل من حيث توقفت نعم اتواصل معك واشكرك واقدم ايضا اعتذاري والشديد لاخي الدكتور جهاد احمد الصالح الذي كنت اتمنى ان يكون معنا وشاركنا وقد نسقنا انا وعياه ما عليش ربما ما زالت فرص ان شاء الله في مهوات ان شاء الله فالف تحية دكتور جهاد ولا يهمك المرات القادمة ان شاء الله ان شاء الله طيب استاذ في حال تنفيذ قرار الضم يعني كما هو الان مبرمج كما هو منتظر كما هو يعني متخوف منهم سؤالي هنا من هي الجهات التي يعول عليها في البحث عن البدائل الممكنة لمواجهة هذه المصيبة او هذه النكبة الثالثة هذه السلطة التي فقدت مصداقيتها امام الشرع الفلسطيني ام فصائل المقاومة غير المتجالسة فيما بينهم طبعا اخي العزيز موضوع الضم موضوع الشائك هناك ثلاث سيناريوهات نعم السيناريو الاول يقوم على سيناريو الحد الاقصى والذي يعتمد يعني المدى البعيد نعم السيناريو الحد الاقصى الكبير الذي يعتمد على ضم كل اراضي الضفة اللي واقع فيها المستوطنات اللي فيها اكثر من ستمائة الف مستوطن مية وثمانية واربعين مستوطنة هذه في الضفة هذه مناطق تقع في مناطق جيم تديرها اسرائيل امنيا واداريا وبالتالي تشكل نسبة 62% من اراضي الضفة نعم هناك ايضا السيناريو الثاني ضم وادي الاردن وحده شايف يعيش فيه ثمن الاف ومائة مستوطن وثلاث وخمسين الف فلسطيني قسم الى كيانين كيان في وادي الاردن وكيان في مجلس سموه مجلس البحر الميت السيناريو الثالث وهو ضم مناطق محاذية للقدس في ادونيم في معالي ادونيم شايف وغوش اتسيون هذه يعني فيها ناس لكن فيها قدسية بجانب جبل صهيون صهيون عندهم جبل مقدس نعم في القدس هنا يا صديقي السلطة الفلسطينية ستكون وترتكز منطقيا في حركتها مع الاردن الذي يعارض فكرة الضم وان الضم بالنسبة للاردن يشكل خطرا يوازي خطر فكرة الوطن البديل نعم والملك عبد الله صرح منذ ايام بان الوضع لن يسكت عليه ويمكن ان سنصل اذا كان سمحت للدكتور سنصل الى تصريح الملك عبد الله يعني بعد قليل لانه تصريح ربما يعتبر الأول من نوعه خطر جدا ولكن قبل ذلك هناك من يقول الدكتور سلاح انه قرار الضم يعني الآن في هذا الظرف بالذات اصبح لا يعني شيئا في الواقع لماذا؟ لانه قائم منذ سنوات يعني الضم كان موجود منذ سنوات وما يحدث الآن هو سعي اسرائيلي صهيوني لشرعنة هذا الضم بحضور ومشاركة الظاهر الأمريكي بالطبع يا أخي بالطبع لانه هناك لجنة ثلاثية مؤلفة من ناتنياهو ومن السفير الأمريكي في اسرائيل اللي هو ديفيد فريدمان ومن الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون يعني هذا الثلاثة هو من يحدد مصير الأمة كاملة بالضبط وهو من سيرسم حدود دولة اسرائيل مع بعض الضم هو الذي سيرسم حدود دولة بالمناسبة اسرائيل لا توجد لديها الآن خارطة حدود جغرافية حدودها غير معروفة الآن نعم فهذا الثلاثي اللي هو الأمريكي الملياردير السفير الأمريكي والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان ونتنياهو هم من خططوا هذه الفكرة وهم من وضعوها في صفقة القرن عند ترامب وهم من ينفذوها ويعني زي ما بقوله بيستغلوا في الزمن لأنه أخي العزيز إذا لم تفرض هذه الخطة في حدها الأقصى أنا أعتقد في حدها الأقصى الخيار الأول السيناري الأول لن تفرض أبدا ترامب موافق في خلل في العرب في تطبيع من دول الخليج العرب مشتتون العالم الآخر المتواطئ نعم يعني في من هون لثلاثين سنة لا يعود في نهضة عربية وهذا النهضة العربية تتزامن مع الخوف من حلول الصين على الكرسي العالمي على قيادة العالم لأن يا صديقي إسرائيل الأمريكان عندهم مواقف ديدي أيضا بتساند إسرائيل أنه أيضا البروتستانطيين يؤمنوا بضرورة وجود إسرائيل في فلسطين في أرض المعاد تحقيقا للنبوءات الإخلاصية أو نبوءات المخلص الذي سينزل من السماء وبالتالي هذه النبوءات يجب أن تتحقق يجب هدم المسجد الأقصى يجب إقامة الهيكل يجب إعادة اليهود يجب بروز المسيح في منطقة هارب مجدو إذن هذه المعطيات تشجع اللوبي الأمريكي الصهيوني في أنه ياخذ قرار الضم نعم طيب تشجع اللوبي اليهودي الصهيوني ولكن في المقابل تضعف القوى الفلسطينية والسد صراح هنا بالضبط أهم خيار متاح الآن في هذا الظرف بالذات أمام السلطة لمواجهة خطة الضم والتهويد أيضا هو ربما كما يقول قائل إنهاء الإنقسام الداخلي وإعلان الوحدة الوطنية عمليا هل يمكن تحقيق هذا الأمر على أرض الميدان الآن؟ والله أتمنى أن تعي فتح وحماس خطورة المرحلة وأن يقدموا دائما الوطن على مصالح الأشخاص وبالتالي إذا قدموا الوطن وفهموا أن اللحظة تاريخية صعبة يجب علينا أن نتحد ونقذف بكل شيء يفرقنا وراء ظهورنا لأنه إحنا الآن بنعيش في مرحلة نكون أو لا نكون صحيح زي ما قال شكسبير to be or not to be هذه مرحلة لحظة حاسمة في حياة الشعب الفلسطيني الذي يجب عليه أن يعلي من وطيرة وقيمة الوطن وأن يخفض من قيمة وطيرة الفصيل الفصيل أمام الوطن لا شيء ملايين فصيل أمام وطن واحد فبالتالي على فتح وحماس أن يعلو من وطيرة الوحدة الوطنية كخيار حقيقي لمواجهة فلسفة الضم بالاتحاد مع المملكة الأردنية الهاشمية التي تكون سند لهذا الشعب الفلسطيني طيب بصراحة كما أعهدتك بمتهى الصراحة دائما هل تملك السلطة الفلسطينية برئاسة عباس محمود عباس الشجاعة الكافية لإلغاء اتفاقية أصل التي كنا نتحدث عنها قبل قليل وما ترتب عنها منذ البداية لغاية الآن وتكون بذلك قلبت الطاولة على إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة يعني قضية الحسابات التي تحسبها السلطة حسابات ربح وخسارة وليس حسابات عاطفية يعني شجاعة ولا جبن في العقل وفي السياسة هذا هو الصحيح يعني حسابات الربح والخسارة نعم في العقل السلطوي بعتقد أنه ينظروا أن وجود السلطة كأحدى مؤسسات البقاء الفلسطيني للكياني الوطني الفلسطيني أنه إذا راحت السلطة راحت الكيانية الوطنية الفلسطينية لكن فيه هناك كيانية أكبر من كيانية السلطة التي هي جزء من منظمة التحرير يعني السلطة انبثقت عن منظمة التحرير يجب أن نعود جميعا كما ذكرت لك في الجزء الأول إلى منظمة التحرير الفلسطينية كوعاء وطني شامل يضم كافة الفصائل وأيضا تلتحق به حماس والجهاد وتكون منظم تمثل كل الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وتعتمد برنامج مقاوم برنامج كفاح مسلح لأنه جربنا يا أخي هاينا 20 سنة في أوسلو ماذا حققنا بالعكس في تراجع القضية الفلسطينية في أسوأ حالات هنا ربما إذا كنت سمعت لأستصراح بيت القاسيد وصلنا إلى بيت القاسيد لأنه بعد القراءات تذهب إلى أن إلغاء اتفاقيات أوسلو يضر بالسلطة الفلسطينية أكثر مما يضر بالمحتل لماذا لأنه لما تلغى اتفاقية أوسلو هو إطلاق يد المقاومة وفتح الباب أمام العسيان الشعبي أمام ظهور تيارات مقاومة جديدة أمام مجموعات إلى غير ذلك كل هذه الأمور تضعف من وجود السلطة أخي سعيد يعني نسأل سؤال ماذا حققت أوسلو للشعب الفلسطيني هذا هو السؤال الذي بدأنا به أستاذ صلاح يعني لم تحقق شيء فبالتالي لماذا نتمسك بها لماذا لا نطلق الأنان للشعب الفلسطيني يا أخي يأخذ حقوقه بيده لماذا نمنع نمنع العمليات ونمنع ولكن الشعب أستاذ ينبغي أن تكون له قيادة وإلا تحول إلى عسيان يعني في الشارع تمام مشكلة الآن في القيادة القيادة تنبثق دائما من داخل نسق الكيانية الوطنية من بؤرة الشعب اسمح لي يا أستاذ نعم قيادة الجزائرية قيادة 22 لما انبثقت من أحضان الشعب الجزائري صحيح لم تكن غريبة عنه ثم مجموعة الستة انبثقت من مجموعة الوطنية نعم إذن أنا أدعو أن ننقل التجربة الجزائرية التجربة الجزائرية الرائعة إلى فلسطين نعم ربما كانت هناك ظروف يعني الآن ظروف غير متوفرة لنقل التجربة أستاذ لأنه تخيلت من 54 إلى الآن تقريبا أكثر من تقريبا سبع عقود ربما تغيرت أشياء كثيرة وبالتالي أصبحت التجربة الجزائرية الآن يعني حتى لو أعيدت الآن ربما لا تأتي أكلها كما أتت أكلها في 54 كفكرة يا أخي نعم كفكرة نعم كفكرة نعم كفكرة كيفية تعامل نظم القيادة مع القاعدة القاعدة هي اللي فرزت القيادة في هناك تراتب منطقي تراتب تنظيمي صحيح يعني ما جاتش قيادة مباشرة نزلت في البراشوت لا ترقت من جندي لعريف لملازم لملازم أول لعقيد لعميد لأخيري ترقت عبر مرحل زمنية طيب أستاذ صراحة حتى نوضح بعض الأمور بالنسبة نتحدث دائما عن إمكانية إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل أو هكذا صرح به الرئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس هل يعني إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل هل يعني حل جميع مكونات السلطة أم فقط وقف التنسيق مع كيان الصهيوني لا بتقديري وقف التنسيق تنسيق الأمني الأمني نعم الأثنين هي مؤسسات السلطة يمكن أن تحول إلى مؤسسات دولة لماذا لا تعلن أنت دولة تحت الاحتلال يا أخي يا أخي في 2009 كانت مرحلة الحكم الذاتي تنتهي وبتنتقل إلى دولة يعني خمس سنوات اختبار جزنها بامتياز في مرحلة أبو عمار الله يرحمه من 2004 إلى 2009 مفروض إحنا أعلننا الدولة مين اللي انقلب علينا الإسرائيليين الآن إحنا لماذا لا نعلن دولة تحت الاحتلال ونعلن أيضا لكل العالم أن هذه أراضي محتلة وليس أراضي فلسطينية هذه الشغل الثاني أنه هناك أوروبا كلها والصين والشرعية الدولية معنا مش مع إسرائيل إسرائيل محها فقط أمريكا فقط محها أمريكا كل الشرعية الدولية معنا مع حقوقنا مع تطبيق قرارات الأمم المتحدة لذلك يا أخي العزيز أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية لكن أحيانا أمريكا تكون أقوى من الشرعية الدولية يعني كما هو موجود ميدانيا لا هي تتمرد مش أقوى تتمرد وترفض هي دولة فوق دولة احتلال فوق الشرعية الدولية تشعر ليش لأنه متمرد بالقوة تاعتها يعني عندها فسق وعندها فجور نعم ولكن هذه الصين دخلت في ممعات الصراع لتكون أحد القطبين طيب أنا دائما أسر على هذه النقطة لنصل إلى نتيجة كنت تحدثت عنها سابقا ولم نوفر لها حيثياتها الآن أعتقد في جوابك توفرت هذه الحيثيات أستاذ يعني في حالة حل الاتفاقيات التي نتحدث عنها بين السلطة وإسرائيل في حالة وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والسلطة المحتل ربما تكون قد توفرت دوافع استعادة دور حركة التحرر الوطني الذي ربما هو لصالح يعني السلطة خلال سنوات طويلة وطويلة جدا نعم 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 نحن يجب أن نعود إلى أحضان حركة التحرر الوطني الفلسطيني حركة فتح وحركة حماس يعني حركات تحرر بمعنى الكلمة تتبنى خيار الكفاح المسلح من فوق الأرض الفلسطينية وهذا حق نعم لأن الأرض الفلسطينية أرض محتلة الشرعية الدولية تسمح لك أن تمارس الكفاح المسلح لاسترداد حقوقك وبالتالي نحن لسنا إرهابيين ولسنا مخربين ولسنا قطاع طرق لا أنا مع بقاء السلطة على الأرض الفلسطينية وتمارس الكفاح المسلح لإستعادة حقوقها الوطنية اللي بيحميها القانون الدولي واللي بتحميها الشرعية واللي بتحميها كل شرائع الدنيا والدين أي إنسان يتعرض إلى ظلم يجب أن يرفع الظلم عن نفسه نحن تعرضنا إلى احتلال منذ عام 1948 ونحن في نكبة نكبة متدحرجة نكبة تكبر متواصلة نعم تكبر ككورة السلج بارك الله فيك نعم لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عند حدود قيام دولته بالعكس اقتدم الضفة أخذ الضفة أخذ غزة أخذ سيناء أخذ الجولان وهاي عم بأخذ الآن عم بأخذ مناطق كثيرة من الضفة هي مش إلو الشرعية الدولية قالت هذه أراضي فلسطينية لكن الآن هم قويا هم بعتمدوا على حق القوة بعتمدوا على أنه الفلسفة التوراتية الفلسفة التلمودية أنه يهودة والسامرة هي مركزية قيام دولة إسرائيل اللي قامت قبل ألفين سنة أيام داهود يهودة والسامرة في أورشاليم نعم هي مركزية دولتهم فكيف بدهم يعطونها إياها طيب أستاذ ننتقل الآن ربما إلى الشقة الثانية في هذا الموضوع بالنسبة للأردن لأن الأردن أحباب الأمكان هنا هي شريك ومعني بالأمر في هذا الموضوع بذرجة ربما ممتازة جدا الأهل الأردني في حوار أعتقد أجره في يوم السادس عشر من مايه قبل يومين أو ثلاثة أيام لصحيفة ديرش بيغل الألمانية قال النظم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام مع الأردن إلى صدام مع الأردن هكذا قال الأهل الأردني أستاذ صلاحي سؤالي هنا هل هي رسالة مبطنة لإسرائيل مفدها أن المملكة الأردنية التي كانت ربما لسنوات طويلة على الهامش هي الآن جاهزة للمواجهة أخي سعيد يعني بين الأردن وإسرائيل في معاهدة ودع عرب ودع عرب نعم وبالتالي يعني إسرائيل الآن تقوم بممارسات خارجة عن كل الأطر والعراف السياسية والدبلوماسية شأن كل دولة مارقة بارك الله فيك يعني لما هي بتضم منطقة واد الأردن يعني معناته أعلنت الوطن البديل لأنه الفلسطينيين وين حيروحوا فلسطينيين المناطق اللي حتضمها حيعطوهم الجنسيين مشهاعتوهم حيطردوهم وين حيروحوا على الأردن إذن الأردن حيكون عبارة عن وطن بديل عن الدولة الفلسطينية وهذا نرفض نحن فلسطينيون الضفة والشتات والقدس والثماني وأربعين وكل نرفض فكرة الوطن البديل نحن لا وطن لنا إلا فلسطين لو ملكونا كل العالم كل الدنيا لا نقبل بوطن بديل عن وطننا فلسطين وطن أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا نحن لا نقبل لا بالأردن ولا بسوريا ولا بلبنان ولا بأي رغم أنه نحن جزء من بلاد الشام صح ولكن يجب أن يكون لنا دولة وكيان وهوية جغرافية وتاريخية كما للسوري دولة وكما لللبناني دولة وللأردن أيضا وللعراقي دولة نعم طيب أستاذ صراحي كثير من الملاحدين والمحللين أنا قرأت في الصحافة العربية في الأيام الأخيرة منذ حوال يومين أو ثلاثة كثير من الملاحدين والمحللين اعتبروا تصريح العاهل الأردني الأخير ربما واحدا من أصلب وأقوى المواقف العربية التي صدرت حتى الآن حتى اللحظة التي نتحدث بشأن قرار الضم يا صديقي هناك اتجاهين قرار الضم يعني تأثير مباشرة على المملكة الأردن الهاشمية ديمغرافيا نعم ويعني النهاية الولايه الهاشمية على المقدسات في القدس نعم هذا هو بيت القصيد الآن بارك الله فيه نعم وهذا صراع بين الأردن وبين السعودية بن سليمان موافق على فلسفة الضم ويدعم ولعلمك لعلمك عندي دراسة تؤكد أن الخمسمائة مليار التي أخذها ترامب في بداية زيارة الأولى 400 أو 500 500 هي ستدفع للاجئين وليوضع الحل النهائي للفلسطينيين يعني أخذها ترامب برضى السعوديين 500 مليار دولار طيب أستاذ صلاح كفلسطيني قبل أن تكون محلل قبل أن تكون دكتور أستاذ جامعي كفلسطيني كمواطن فلسطيني لو أعدت طرح السؤال عليك الآن قرار الضم كيف ينعكس على الأردن على المملكة الأردنية بمعنى يهددها جغرافيا وسياسيا وديمغرافيا أم يتعدى ذلك إلى المساس بالوصاية الهاشمية على الأقصى المقدسات أنت كفلسطيني كيف تطعر؟ يعني الأردن عنده قلق وجود قلق وجود اقتلاع اقتلاع المملكة الأردنية الهاشمية وتبديلها بدولة فلسطينية يعني ها فلسطينيين روحوا قيموا دولتكم في الأردن هذا الخطر خطر الوطن البديل هذا ما يستشعره الآن الملك الأردن نعم الملك حسين لذلك الملك عبد الله لذلك هو جاهز لأن يقاتل وينع قرار الضم نعم ونحن كلنا جنود تحت رايته إذا قاتل إسرائيل نعم كل الفلسطينيين كل الشعب الفلسطينيين ولكن في المقابل السلام الصراحي يعني الأراضي المهددة الآن بالضم في الضفة الغربية تعتبر أراضي فلسطينية بقرار فك الارتباط الصادر عام 88 1988 لكن القرار إلى غاية اليوم لم يستكمل دستوريا معنى هذا أنها أراضي أردنية وربما هذا ما يفسر القلق الأردني أكثر من غيره أخي العزيز الأردن كان قبل السبع وستين ضفة تحت وصايته نعم وبالتالي وبالتالي كان فيه وحد إلى غاية عام قلت عام 88 ولكن قرار الذي صدر في عام 1988 لم فصل نعم لم يفعل دستوريا وقانونيا لم يفعل نعم وما زال الأردن يشعر أنه هو وصي على هذه المناطق بحكم القانون ما زاله هو وصي نعم وأن أمنه أمنه الذاتي مهدد أن أمنه الذاتي مهدد يعني الديمغرافية المهدد نعم دمغرافيا لأن إسرائيل عم تغير في كل المعطيات الجيوسياسية في الكيانات في كيانات الدول عم تغير في الجغرافيا عم تغير في الديمغرافيا بتحاول تلقي بأعباء خارج حدودها يعني الفلسطينيين اللي بدهم يطلعوا من هذه المناطق من القدس ومن مناطق المستوطنات ومناطق غور الأردن وين حيروحه وين حيطلعه نعم طيب أستاذ ربما في سؤال أخير لأننا نقترب يصاروا للآن من غرفة المراقبة أننا نقترب من نهاية البرنامج كسؤال أخير ربما يعني هل تعتقد أن قرار الضم هذا الذي فاجأت إسرائيل وأمريكا به تقريبا العالم والعالم كله وليس العالم العربي فقط يعتبر يعني ربما هو صلب صفقة القرن التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي بعد وصوله إلى السلطة نعم صفقة القرن هي عبارة عن أجزاء بارك الله فيك الآن الضم هي آخر جزء آخر حلقة في هذا المسلسل الفصل النهائي والفصل الرئيسي لأنه ضم ضم 62% من أراضي الضفة ماذا بقي للفلسطينيين بقي كونتونات منعزلة كونتونات منعزلة تديرها اقتصاديا نسميها دولة زي ما بدك سميها نعم بالظل بالظل نابلس والمدن الكبرى اللي فيها اكتظاه سكاني يعني بالظل أنها 8% من أصل 22% من مساحة الضفة اللي احنا قاعدين عاملين عليها مشروعنا الوطني نعم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمات القدس الشرقية فالطف وغزة بعيدا عن السلطة بالنظر إلى شخصية المواطن الفلسطيني وكاريزما المواطن الفلسطيني هل تفلح إسرائيل ومن وراه أمريكا في تنفيذ هذا المخطط الجهنمي مخطط الضم الذي كما قلت يعتبر آخر حلقة في سفقة القن الضم سيتم الضم سيتم لكن ماذا بعد الضم سيكون هناك ثورة لن يستطيع وهذا ما ذكره أبو إياد الله يرحمه في كتاب فلسطيني بلا هوية أنها ستنطلق ثورة عارمة لن يستطيع كل العالم إيقافها ما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بقوة أستاذ دكتور صالح الشقبوي إذن مشاهدنا الكرام النكبة جرح فلسطين الغائر كان موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج في المزاد وكان معي هنا في الستوديو الأستاذ دكتور صالح الشقبوي وهو أستاذ جامعي ومحلل حاولنا مشاهدنا الكرام خلال هذه السواء من الزمن أن نصلت الضوء على القضية الفلسطينية في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة مشاهدنا الكرام ألقاكم في عدد آخر إلى ذلك من الحين تقبلوا تحياتي أنا سعيد مقدم رمضان كريم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر